إنشاء قناة فيديو على منصة اليوتيوب موقع اليوتيوب هي القناة الأولى اللي الناس تلجأ لها حتى تلاقي حلول فعالة لمشاكلها فبنائك لمحتوى على اليوتيوب بحل مشاكلهم بفعالية رح يبني ثقة ورابط ومصداقية على عنامتك التجارية بسرعة بما أنه وسط سمعي وبصري فالتأثير تبعه رح يكون أعلى وأقرب الحواس من الكلمة المكتوبة كل هاي الأشياء بتعطي امتيازات للترويج الذاتي تبعك خلينا أعطيك بعض النصايح السريعة عن طريق جذب مشاهدين للفيديو تبعك على قناة اليوتيوب رقم واحد اختيار الكلمة المفتاحية المثلح اعمل بحث شامل عن الكلمات المفتاحية استخدم هاي الخطوات الست تطلاقي أفضل كلمة مفتاحية ألف ابحث عن كلمتك المفتاحية على اليوتيوب وشوف مقترحات البحث اللي بيقترحها الموقع هاي بتكون كلمات مفتاحية الناس عليهم تبحث عنها لما تبحث عن موضوعك بق ادخل على قناة مشهورة بقطاعك السوقي المتخصص وابحث عن أكثر الفيديوهات شعبية فيها اضغط على هاي الفيديوهات وشوف الإشارات اللي هي التاجز اللي بيستخدموها وتقدر تستخدم أداة زي فيد آي كيو كروم اكستنشن بتعمل هذا الاشي ثاء اعمل قائمة بكل الكلمات المفتاحية والإشارات اللي جمعتها واختر الكلمات اللي ما عليها منافسة كتير يمكنك الاستعانة بجوجل ترينز ثاء جرب تستخدم الكلمات المفتاحية الرئيسية تبعتك في أول العنوان وكمان استخدمها كإشارة اللي هي التاج جيم اكتب وصف مفصل الفيديو ووصف فيه عن شو بيحكي الفيديو تبعك والأشياء اللي المشاهد رح يتعلمها منه حاول تستخدم الكلمات المفتاحية وين ما بتقدر رقم اثنين اختيار المحتوى الأمثل كن نشيط ومعبر بفيديوهاتك اجذب المشاهد بإنك تحكي له شو رح يتعلم بس يحضر هذا الفيديو ضيف لمسة من الحماس بإنك تحكي شو رح تكتشف بنهاية الفيديو اذكر الكلمة المفتاحية الرئيسية ببداية الفيديو واستخدم بكل مكان ممكن تستخدم في صورة طبيعية واوفي بوعدك بانك تقدم قيمة حقيقية حتى يظلوا منجبين للنهاية خلي دايما موجود في على الفيديو اكثر من دعوة لاتخاذ الاجراء يعني call to action لمشاركة بقناتك او التعليق على فيديوهاتك محركات البحث الخاصة باليوتيوب رح تلقط هالاشي وتظهر الفيديو تبعك اللي بتبحث عن هذا الموضوع اختيار التصميم الامثل انشئ صور مصغرة جدابة وحط صورتك وعنوان للفيديو اختيار مصار اليوتيوب الامثل انشئ مصار لفيديوهاتك عن طريق عرض قائمة مرجعية مجانية او تقرير مجاني بيكون بمثابة الخطوة التالية للمشاهد بعد ما يحضر الفيديو تبعك التصويق للفيديو بعد اختيار كل اشي على نحو الامثل انشر الفيديو على مدونتك ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنتديات حتى يكون وسيلة مفيدة لأي حدا بيدور على اجابات بالموضوع تبعك الالتزام بجدول النشر خليك ملتزم بجدولك لنشر الفيديو خليها عادة عند مشاهدينك انهم يتوقعوا فيديو منك بيوم معين يعني مثلا تقدر تحط شعار على اليوتيوب يحكي ان ننشر فيديوهات جديدة كل يوم اثنين ويوم جمعة اشتركوا في القناة